ازايكم؟ في الفيديو بتاع النهاردة جاي جاوب على سؤالة سألته كتير جدا وهو ازاي اقدر اعمل محتوى صوتي على اليوتيوب من غير ظهور وحقق منه ربح والسؤال الاهم بقى هل المحتوى الصوتي على اليوتيوب ينفع يحقق ربح زي الفيديوهات العادية يعني هل لو انا عملت فيديو من غير مظهر فيه خالص هل اقدر حقق ارباح من اليوتيوب زي الفيديو بالظبط اكني ظاهر فيه يعني هل الارباح تختلف سواء انا اطلع في الفيديو ولا لقى والسؤال التالت ده او الاهم ايه هي الحاجات اللي انا محتاجها علشان اقدر اقدم محتوى صوتي على اليوتيوب وخصوصا يا باسم زي المحتوى اللي انت عملته في الفترة الاخيرة في برنامج ازاعة التسوير الالكتروني لان الناس كتير شكرت في المحتوى وناس كتير قالت ان فكرة البرنامج دي فكرة قوية جدا وحلوة جدا وكمان بتساعد الناس انها تبقى مركزة في الكونتنت اللي بتعمل فبالتالي الناس بتقدر تسمع الفيديو وهي في الجيم او هي في مواصلات او هي في المطبخ او هي بتعمل اي حاجة فبالتالي الموضوع بالنسبة للجمهور مقبول جدا وفعلا فيه جمهور جدا بيحبوا ان هم يسمعوا البودكاست او يسمعوا المحتوى الازاعي الصوتي فقط انا بقى لو مبتدئ على اليوتيوب ازاي اقدر اعمل دا و geweيه هي الحاجات الي انا محتاجها في البداية عشان اقدر اعمل محتوى صوتي وكمان هل المحتوى الصوتي دا هيحقق لي ارباح زي محتوى الفيديو من غير ماكون ظاهر فيه ولا لا هي دي الاسئلة الي انا جاي جاوبك عليها في الفيديو بتاع النهاردة بس خليني في البداية اقول لك لو بتتفرج علي على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ولو بتفرج علي على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب بالقناة وتفعل الجرس عشان يصل لكل جديد يلا بنا نبدأ الفيديو وتعالى اقول لك ازاي تقدر تعمل بودكاست او محتوى صوتي على اليوتيوب وتربح منه خلينا متفقين كده ان اي محتوى صوتي على اليوتيوب البودكاست هيبقى ليه نوع من الاتنين او لو انت يعني عايز تقدم محتوى على اليوتيوب هيبقى فيه نوع من الاتنين النوع الاولاني وطبعا انا بتكلم هنا في الحالة ان انت مش هتظهر في الكاميرا خالص مش هتظهر في الكادر خالص النوع الاولاني وهي انك انت حد هتعمل محتوى تعليمي فصوتك هو اللي هيبقى طالع بس والصورة او الحاجة اللي الناس هتتفرج عليها هتبقى السكرين ريكورد او الشاشة اللي لحظتك هتسجل عليها الحاجة اللي انت بتشرح طب النوع التاني بقى النوع التاني وهو البودكاست سيرفي يعني ما فيش صورة اصلا ما فيش حاجة هتظهر للناس على الكاميرا ولا انت هتظهر ولا حتى في محتوى هم هشوفوه على الشاشة بتاعتك او حاجة هتفرجوا عليها عشان يتعلموها فاذا انا هنا طبعا ماينفعش هخلي الصورة سودة والناس تبقى سمعاني بس ما وطبيعي طبعا ان دي حاجة مش هتعجب الجمهور ازاي بقى اقدر اقدم النوعين دول من المحتوى سواء كنت هشرح حاجة على جهاز الكمبيوتر بتاعي او كنت هقدم محتوى صوتي فقط والناس مش هتتفرج على اي حاجة خالص هي هتسمعني بس ازاي بقى الكلام ده بيتعمل وايه هي الحاجات اللي انا محتاجها علشان خاطر اقدر اعمل المحتوى ده وكمان في حاجة مهمة جدا قبل ما نبدأ نشرح القطوات العملية لو احنا هنروح للاتجاه بتاع المحتوى الصوتي فقط فهنا برضو عايز اقول لك على حاجة ان ممكن المحتوى الصوتي يكون خضرتك بتكلم الجمهور زي البرنامج بتاعي كده اللي موجود على قناتي اليوتيوب اللي اسمه برنامج زعت التسوير الالكتروني او انك انت يبقى معاك ضيف كمان في الحلقة وتبدأوا انتو الاتنين تكلموا بعض بالزبط زي ما بيحصل في برامج الراديو اللي حضرتك بتسمعها وانت في الطريقة وانت في العربية الكلام ده بقى كله هو اللي انا جاي اشرحولك في الفيديو بتاع النهارده خليني كده عايز اقول لك على حاجة في البداية واجاوب على السؤال الاهم هل المحتوى الصوتي فقط لو هنفترض جدا ان انا هقدم محتوى صوتي فقط اما هشرح على الشاشة او ان انا مش هشرح على الشاشة خالص وصوتي بس اللي هيبقى بين هل المحتوى الصوتي ارباحه زيها زي المحتوى العادي اللي ناس بتطلع قدام الكاميرا وزي الفيديو اللي انت تتفرج عليه دلوقتي اه زي وبالزبط ما فيش اي فرق بالنسبة للالجوريزم بتاعت اليوتيوب الفكرة ببساطة شديدة ان الفيديو او الحاجة اللي انت هترفعها على اليوتيوب هي بالنسبة لليوتيوب ملف فيديو ملف انبيبور هو بيتعامل معاه ان هو فيديو الفيديو ده بقى علشان ينجح وعشان يتشاف وعشان يحقق ارباح هيتطبع عليه نفس قاعد الفيديو العادي اللي هي والله عدد الناس اللي شافت الفيديو كم واحد بينقر على الفيديو ويتفرج عليه اول ما بيشوفه او اول ما اليوتيوب يعني بيكترحوله الناس بتاخد مدة قد ايه انها تشوف الفيديو قبل ما تقفله هل الناس اللي بتتفرج على الفيديو بتكمله الاخر ولا لا نفس القواعد بالزبط اللي بتتطبق على اي فيديو يوتيوب عادي فاذا الموضوع دلوقتي واقف على ايه واقف على جودة المحتوى اللحظتك هتعمله لو المحتوى ده فعلا كويس وفعلا يخلي الناس تسمعه فانت هتأكد بنسبة مليون في المية انك انت هتنجح لان الفكرة كبودكاست بشكل عام مقبولة جدا عند الناس بل بالعكس انا جاي لتعليقات كتير بتقول ان المحتوى حلو لاني بيخليني اسمعه وانا في الجيم واسمعه وانا في الشغل واسمعه وانا في البيت واسمعه وانا في المطبخ مبقاش محتاج ان انا اتفرج على الفيديو اوي خصوصا ان المعلومات اللي تتقال بشكل صوتي قيمة جدا طب حلو الكلام ده جدا يا عم باسم شوقتنا ايه بقى الحاجات اللي انا محتاجها علشان اقدر اقدم المحتوى الصوتي ده على اليوتيوب بسم الله الرحمن الرحيم كده انت فيه تلات حاجات مهمين جدا انت محتاجهم علشان تقدر تعمل بودكاست احترافي من غير ما انت تظهر فيه خالص سواء كان اللي هيظهر على الشاشة حاجة انت تشرحها على الكمبيوتر بتاعك او مش هتظهر حاجة خالصة توقع مجرد صورة سابتة او صورة متحركة وانا هقولك الكلام ده هيتعمل ازاي دلوقتي ايه هم بقى التلات حاجات رقم واحد كده ودي اهم حاجة في الموضوع كله ان حضرتك محتاج يبقى معاك مايك الطرف بتاعه يو اس بي طب ليه مايك الطرف بتاعه يو اس بي عشان خاطر المايك الاحترافي اللي احنا محتاجين نشتغل به ده هنوصله بجهاز الكمبيوتر فلازم يكون المايك الطرف بتاعه يو اس بي لان ده افضلك لان عموما المايكات الاحترافية بيبقى ليها نوعين او شكلين يعني للطرف بتاعها فيه طرف بنقول عليه اللي بتلاقيه كده شكله عبارة عن فيه 3 نقط كده وممكن اورغولك كمان على امازون دلوقتي وفيه الطرف التاني اللي هو بيبقى يو اس بي اللي بيبقى طرفه اكس ال ار ده غالبا بنبقى محتاجين له جهاز تسجيل او ميكسر صوت علشان ياخدوا الصوت من المايك ده اما المايك اللي احنا نحتاجه في الحالة بتاعتنا واللي انا اصلا كمان شغال به على طول هو مايك يو اس بي بيركب مباشرة على جهاز الكمبيوتر بتاعنا وفي الحالة دي ممكن تخش حضرتك على امازون وتكتب يو اس بي مايكروفون هيبدأ يرشح لك حاجات كتير انا شخصيا بستخدم مايك اسمه هايبر اكس كواد اس ولكن ده سعره دلوقتي يبقى مبالغ فيه جدا يعني سعره وصل لحوالي 11.200 جنيه يعني السعر ده مبالغ فيه جدا انا ساعة ما كنت شريكا عامل 1500 جنيه مصري ولكن انا بنصحك اشتري اي مايك يو اس بي هيمشي معاك يعني لو اشتريت المانو ده كويس لو اشتريت اللي باربعة تلاف ده كويس لو اشتريت يا سيدي حتى اللي بـ 1500 جنيه ده هتلاقي في واحد هنا بـ 850 جنيه وفي واحد هنا كمان فوق انا كنت شايفه بـ 1350 جنيه اي مايك يو اس بي هيقضي الغرض معاك وهقول لك دلوقتي حتى لو الجودة بتاعت المايك مش احسن حاجة ازاي تقدر تعدل الجودة بتاعت المايك وتخليها جودة محترمة جدا زي جودة الصوت اللي حضرتك سامعة دلوقتي طب ايه هي المايكات الـ XLR خليني برده وريلك شكلها عشان تبقى انت كده استفدت من الفيديو بتاع النهاردة وفهمت ايه الفرق ما بين المايكروفون الـ USB والمايك الـ XLR لو جينا هنا كتبنا على امازون مايكروفون XLR هللاقيه طلع لنا امثلة كتير وبغض النظر عن نوع المايك المهم ان انت تفهم ان الـ XLR ده الطرف بتاعه الطرف بتاعه ده بيخش على جهاز ريكوردر او بيخش على ميكسر عشان يستقبل الصوت منه واحنا مش عايزين نعمل ده فاذا احنا اول حاجة محتاجينها ان احنا نجيب مايك USB وانا بقول لك مش مهم اي مايك اشتري اي مايك USB على قد امكانياتك وانا هقول لك ازاي تخلي جاوزة الصوت بتاعته احسن حاجة الحاجة التانية اللي انت محتاجها بالشكل يعني مؤفروغ منه هو جهاز الكمبيوتر اللي انت هتشتغل به حتى لو ما كنتش هتشرح اي حاجة على جهاز الكمبيوتر فاحنا محتاجين جهاز الكمبيوتر لانه ده اللي هنسجل منه وده اللي هناخد الصوت عليه ده اللي هنعمل به كل حاجة الحاجة التالتة بقى اللي احنا محتاجينها وهو برنامج اسمه OBS Studio البرنامج ده يا شباب بجد اختراع حرفيا البرنامج ده انت ممكن تعمل به البدع وانا اعمل له كورس كامل موجود على منصة باسم سكول بالاضافة كمان لكورس اسيات التصوير اللي بتتعلم منه ازاي تصور بالكاميرات الاحترافية وازاي تصور بالموبايل ويعني ايه شاطر ويعني ايه 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 هو مسلس التعريض وشرح فيه قواعد الاضاء وكمان شرح فيه تكوين الصورة وحاجات تانية كتير وكمان معاهم كورس المونتاج اللي هتتعلم فيه كل ما يخص المونتاج على برنامج في المورة خلينا نرجع لموضوع الفيديو بتاعنا يبقى احنا تاني حاجة محتاجين او تالت حاجة محتاجينها هو برنامج او بي اس فكل اللي حضرتك هتعمله انك انت هتخش كده على جوجل وتكتب في السيرش او بي اس ستوديو وبعد كده هتحمل او تخش على الموقع بتاع برنامج او بي اس ستوديو وبعد كده تيجي هنا وتحمل النسخة بتاعت الويندوز او الماك لو انت شغال على ماك وتدوس هنا كده على الويندوز وبعد كده هيقول لك اعمل داونلود او سيف للبرنامج هتبدأ تسايف البرنامج وبعد ما يخلص التحميل هتفتح ملف السيطاب اللي نزل على الجهاز بتاعك وتدوس نيكست وتسطبه عادي جدا المهم في الاخر ان حضرتك تشغل برنامج او بي اس عندك على الجهاز كل اللي انت هتعمله ان انت هتعمل نيكست نيكست فينش لحد ما البرنامج ينزل معاك حلو طب بعد بقى ما البرنامج نزل معايا هنعمل ايه تعالوا بقى بنا ننتقل الى الشاشة عشان اشرح لك الموضوع عملي ازاي بيتم اول حاجة هنعملها قبل ما نفتح برنامج او بي اس هو ان احنا لازم نكون موصلين المايكروفون بتاعنا بجهاز الكمبيوتر بتاعنا او اللاب توب طبعا وزي ما اتفقنا ان المايك بتاعنا لازم يكون يو اس بي عشان يقدر يدخل في اللاب توب او في جهاز الكمبيوتر تاني حاجة بقى عايز اقولها لك ان انت بعد ما بتفتح برنامج OBS برنامج OBS ده اللي انت هتعمل به كل حاجة هو اللي انت هتسجل به هو اللي انت لو عايز تطلع به بس مباشرة تطلع به هو يعني هو القصة كلها محطوطة في برنامج OBS وهو ده اللي انت هتستخدمه في البودكاست بتاعك سواء كنت هتقدم محتوى صوتي بس او ان انت هتقدم محتوى صوتي وفيه صورة او انك انت هتشرح حاجة على الجهاز كل الدنيا كلها يا جدعان رايحة او بتتعمل من خلال برنامج OBS طب القصة دي بقى ازاي بتتعمل اول حاجة بنبدأ نعملها ان احنا بنبدأ نسطب او بنعمل المشهد بتاعنا بيبقى عندك حاجة هنا اسمها سينز انا هنا عامل اكتر من سين ولكن احنا هنفترض ان ما فيش اي مشهد خالص كلمة سينز دي معناها مشاهد ما فيش اي مشهد خالص فاحنا هنبدأ نعمل مشهد جديد وليكن مثلا هنسميه تست على سبيل المثال ايه هو المشهد ده المشهد ده هو اللي هتبدأ تبني فيه الصوت والصورة اللي المشاهد هيشوفها وايه المشاهد هيسمحها فانا اول حاجة عملتها ان انا بنيت مشهد هنا اسمه تست بعد كده بيبقى عندك خانة هنا اسمها سورسز سورسز دي هي اللي بتبدأ تحط فيها مصادر الصوت والصورة اللي المشاهد هيسمحها احنا متفقين في البداية ان احنا بنعمل بودكاست يبقى اول حاجة نعملها ان احنا لازم نضيف مصدر الصوت فهنيجي هنا ندوس على Add Source وهنيجي نعمل هنا حاجة اسمها أو نختار هنا حاجة اسمها Audio Input Capture Audio Input Capture هيبدأ يقول لك Create New والAd Existing طبعا أنت عشان بتفتح البرنامج لأول مرة فأنت ما كنتش ضايف أي مايكات قبل كده فهندوس هنا على Create New وتبدأ تدي اسم للمايك وليكن مثلا Audio Input Capture أو ابتب اسم المايك بتاعك أي حاجة بعد كده بتدوس على أوكي بعد كده بتبدأ تختار مصدر الصوت ياخده منين فهو هنا بيبقى قاري المايكروفون اللي حضرتك وصلته بالجهاز بتاعك فهتبدأ تختار المايكروفون هنا كده بهذا الشكل وتبدأ تدوس على أوكي طيب ده كلام جميل جدا انت هنا دفت المايكروفون طيب بعد كده بعد كده هنبدأ نعمل حاجة تانية اسمها الفلتر مش أنا من شوية قلتلك لو انت حتى شاري مايك مش أحسن حاجة بس أهم حاجة يكون USB ممكن نزبط الجودة بتاعت الصوت من خلال البرنامج اللي احنا نستخدمه فانت بيبقى عندك حاجة هنا اسمها فلترز هتبدأ تدوس عليها كده بهذا الشكل وتدوس على علامة الزائد دي وأول حاجة هتزبطها حاجة اسمها 3 band equalizer 3 band equalizer دي هي اللي تدع تزبط الصوت ان هو يبقى مسموع كده زي صوت الراديو او زي البودكاستات الاحترافية والمايكات الاحترافية اللي انت بتبقى متخيل ان الموضوع في المايك هو القصة كلها بتبقى هندسة صوتية فانت بتزبط حاجة اسمها 3 band equalizer هتديها هنا اي اسم وبعد كده تدوس على اوكي وتبدأ تزبط ليفل الصوت زي ما انت عايز انا مثلا ببقى المناسب لصوتي انت بتوع تلعب فيها لحد ما تحس ان الصوت بقى مناسب انا المناسب لصوتي ان انا بخليها هنا على 65 وبخلي هنا برضو اللو بتاعي على 65 وبخلي النيجاتف بتاعي هنا على برضو 65 بس بالنيجاتف ففي الاخر بتسمع الصوت بشكل احترافي زي ما انت بتسمعه في الفيديوهات بتاعتي بعد كده بضيف حاجة هنا اسمها noise suppression noise suppression دي فكرتها ان هو يقلل من الايكو او يقلل من صدى الصوت اللي موجود حواليك في نفس الوقت يعزل الضوضاء فانا هنا ببقى عندي اختيارين انا بختار هنا الخيار بتاع جود كواليتي واخر حاجة بختارها وهي المتر المتر ده فكرته ان هو يبدأ يعزل شوية اي حاجة او اي صوت خارجي بيحصل حواليك عشان جودة الصوت تبقى احسن يعني لو حسيت بقى ان المايك بتاعك صوت واطي ممكن تختار هنا الجين والجين ده من خلاله بتقدر تتحكم في كم الصوت اللي داخل للمايك لو حسيت ان هو عالي او توطيه ولو حسيت ان هو واطي او تعليه فانت هنا بتقدر تخلي المايك بتاعك ان هو يستقبل جودة صوت اعلى من اللي هو بياخدها في الوضع الطبيعي بعد ما بتزبط الفلتر دي زي ما انت عايز بتبدأ تدوس هنا على close وبكده الصوت بتاعك بيبقى تزبط بيبقى عندنا حاجة تانية زي ما احنا متفقين كده ان احنا ما ينفعش نسيب الشاشة صودة كده للمشاهد عشان المشاهد ما يملش فانا بيبقى عندي خيارين ايه هما الخيارين يما لو انا هقدم محتوى صوت كده زي ازاعة التسوير الالكتروني مثلا على سبيل المثال او الحلقات اللي انا بقدمها على سبيل المثال وتعالى كده اوريكم مثال ليه عشان تفهمها زي على سبيل المثال لو رحت قناة اليوتيوب بتاعتي وجيت هنا على الاسمه live هتلاقي في حلقات انا كنت عاملها حلقات صوتية فقط لو فتحت اي حلقة فيهم هتلاقي الحلقة شغالة بص صوتي وانا بتكلم طبعا انا بس اكتم الصوت عشان اقدر اشرح لك دلوقتي وفي نفس الوقت الناس شايفة لي صورة سابتة مع بس حركة الويفز دي ده طبعا بيبقى الحل الاولاني والحل التاني هو زي اي فيديو انت بتشوفوا ليه على يوتيوب لما بكون بشرح على جهاز الكمبيوتر نفسه فخلينا نمسك الحلين ونشرحهم ازاي بيتعملوا لو انا دلوقتي هشرح حاجة على جهاز الكمبيوتر نفسه فانا بابدأ ااجي هنا في السورسز وادوس على علامة البلاس دي وابدأ اختار هنا بحيس ان انا خلي الصورة تيجي من جهاز الكمبيوتر بتاعي فانت بتديها هنا اي اسم ووليكم مثلا تيفي او اي حاجة وبعد كده تدوس على اوكي فبيبدأ يقولك اختار مصدر الصورة اجيبه منين فانا مثلا اختار الشاشة دي لو انت موصل اكتر من شاشة هجبها لك فانا مثلا اختار الشاشة دي وبعد كده ادوس على اوكي وابدأ اصبت مقاس الشاشة فبالتالي اللي هيحصل او الفيديو النهائي اللي طالع للمشاهد ان هو هيبقى سامع صوتي وشايف كل حاجة انا بعملها على الشاشة يعني انا مثلا لو جيت هنا كده فتحت اي حاجة على جهاز الكمبيوتر بتاعي فخلاص هو المشاهد دي الوقت يا شايف اللي بيحصل على جهاز الكمبيوتر وفي نفس الوقت سامع صوتي بقى انا هنا زبط المصدر بتاع الصورة وزبط المصدر بتاع الصوت طب يا باسم بقى لو انا مش هشرح حاجة على جهاز الكمبيوتر انا عايز صورة سابتة كده زي البرنامج الجميل بتاعك هعمل ايه كل اللي حضرتك هتعمله ان حضرتك هتروح تصمم صورة على الفوتوشوب او تخلي اي تزينر يصممها لك بهذا الشكل صورة كده مكتوب فيها اسم البرنامج وصورتك سابتة وممكن تعمل شريطة صوتة كده زي دي طب الشريطة الصوتة دي لازمتها ايه الشريطة الصوتة دي لازمتها زي ما شرحت لك من شوية هي دي اللي هتاخد الويفز بتاعت الصوت اللي حضرتك بتتكلم عشان تبقى ظهر كده انيميشن يعني الناس تتبسط كده وهي بتسمعك طب ماشي ده كلام جميل فانا هصمم الصورة دي كده على الفوتوشوب او على كانفة او على اي حاجة وهخلي حتى تزينر يصممها لي هي هتتصمم مرة واحدة وشكرا وهعمل هنا مستطيل اسود كده احط فيه الموجات الصوتية الموجات الصوتية دي هجبها منين وبعد كده هعمل ايه الموجات الصوتية دي كده بكل بساطة حضرتك هتروح تفتح اليوتيوب وتسرش على حاجة اسمها هتلاقي حاجات كتير جدا زي دي هتعمل تحميل لأي واحدة فيهم على الجهاز بتاعك وفي الاخر هتلاقيها نزلتلك كده بهذا الشكل هتلاقي الوفز كده نزليه لك بهذا الشكل هتروح بعد كده هتفتح اي برنامج منتاج عندك وليكن مثلا كب كت او في المورة او اي حاجة وانا زي ما قلت قبل كده انا عامل كورس كامل لبرنامج OBS وكورس كامل لبرنامج في المورة وان شاء الله قريبا احتمال نعمل الكورس كامل لكب كت على منصة بسمسكول المهم هتروح تفتح اي برنامج منتاج لو انت ملكش في المونتاج خالص خلي اي حد منتير يعملها لك في خطوطين ثلاثة انت مش هتبقى محتاج الموضوع ده غير تعمله لأول مرة بس علشان خاطر الفيديو اللي احنا هنعمله دلوقتي ده هو اللي هيبقى ثابت بعد كده للناس كلها في كل الحلقات اللي انت هتعملها وانا فاهمك الفكرة دلوقتي بالزبط فالمهم احنا هنروح نجيب الصورة اللي احنا عملناها والصورة دي اللي هي الصورة السابتة هننزلها هنا كده على الطايم لاين وبعد كده نروح نجيب الويفز اللي احنا اجبناها ونزلناها من على اليوتيوب وهندخلها برضو على الطايم لاين بتاعنا وهنحطها فوق الصورة كده بهذا الشكل وهنيجي كده نفصل الخلفية الخضرة من الويفز هتيجي هنا وتختار اللون اللي اغدر عشان تعزله وتزود كده السترينس بتاع الكروما كي بعد كده هنلاقي الويفز اتفصلت عن اللون اللي اغدر هنبدأ نصغر حجمها كده بهذا الشكل على الحجم بقى اللي احنا عايزينه زي ما انت عايز وهتخلي المدة بتاعة الصورة ماشى مع المدة بتاعة الفيديو او بتاعة الجرينسكرين يعني طبعا انت بتزود يعني تخلي المدة زي ما انت عايز المهم في الاخر انك انت بعد ما بتعمل القصة دي بتعمل اكسبورت وبتصدر الفيديو ده في اي مكان عندك على جهاز الكمبيوتر بتاعك عشان بعد ما تصدر الفيديو يبقى عندك فيديو كده بهذا الشكل مجرد صورة سابتة وشوية ويفز بتتحرك وعلى فكرة الفيديو ده بيبقى من غير صوتي ولا حاجة دي بتبقى مجرد خدعة بس عشان ادي ايحاء للناس اللي بتتفرج على البودكاست وبتسمعوا ان هي الويفز دي ماشية مع صوتي ولكن هو في الاخر انا مصدر فيديو عبارة عن ويفز بتتحرك وفيها صورة سابتة طب لو انت مش هتعرف تعمل الموضوع بتاع المونتاج ده خلاص مش مشكلة انت في الاخر هتستخدم الصورة بتاعتك السابتة دي تبقى هي بتعمل زي بالمونتاج او كانت صورة سابتة فكل اللي حضتك هتعمله انت هنا في البرنامج واقف على ديسبليك بتشرع عشان تظهر الشاشة اللي حضتك الناس هتتفرج عليها فانت لو كنت هتعمل الفيديو او كنت هتعمل صورة فكل اللي انت هتعمله انت هتروح تفتح الفيديو بتاعك كده بهذا الشكل وتعمل فول سكرين كده للفيديو بتاعك علشان خاطر وانت بتتكلم في الحلقة بتاعتك او البودكاست بتاعك يبقى الناس شايفة الصورة او الفيديو اللي حضتك عملته فالله عرفت تعمل الفيديو ده كده بالطريقة اللي انا ورتها لك في المونتاج خلو بركة ما عرفتش وحسنت ان الموضوع متعب اعمل اي صورة صمم اي صورة وافتحها على شاشة الكمبيوتر بتاعك بهذا الشكل بحيث الناس تبقى شايفها وحضرتك بتتكلم من خلال برنامج يبقى احنا كده زبطنا مصدر الصوت وزبطنا مصدر الصورة وبعد كده هترفعه على اليوتيوب فانت هتيجي هنا تدوس على ستارت ريكوردينج عشان يبدأ يسجل الحاجة اللي انت بتقولها وبعد ما تخلص الحلقة بتاعتك هدوس على ستوب ريكوردينج طب الفيديو ده تسجل وتسايف فين لو جيت هنا كده على ستينج وجيت هنا على اوتبوت هتلاقي هنا تقدر تحدده زي ما انت عايز وهتعرف الفيديو تسجل فين يعني انا هنا بسجل الفيديو على درايف دي في فولدر اسم تقدر انت تختار الملف زي ما انت عايز قبل ما تبدأ تسجل عشان تختار المكان اللي الفيديو هيتسجل فيه طب لو كنت انا عايز اعمل الموضوع بس مباشر على اليوتيوب هعمل ايه بتيجي هنا في السيتنج بتيجي هنا على حاجة اسمها ستريم طبعا هتلاقي بدل كلمة دسكنكت أكاونت هتلاقي حاجة اسمها كونكت هتدوس على كونكت هيقول لك دخل الجيميل بتاعك هتدخل الجيميل بتاعك هتلاقي قناة اليوتيوب بتاعتك هتقول له اللاو انك انت موافق ان هو ان القناة تتربط يعني بالبرنامج بتاع OBS وبعد كده هتدوس تحت على apply ok ولما حضرتك هتيجي تطلع live هتدوس هنا على manage broadcast وهتبدأ تدخل عنوان الفيديو ووصف الفيديو والكاتجر بتاع الفيديو وترفع هنا الصورة المصغرة عادي جدا وعايز تبدأ live بتاعك هتدوس على create podcast and stream او start stream يعني ولو انت لسه مش هتبدأ دلوقتي ممكن تدوس على create podcast وهيبدأ يجي اشعار للناس اللي عندك على اليوتيوب ان انت خلاص طالع live قريب واول ما تبدأ live بتاعك هتدوس هنا على start stream وزي ما قلتلك كده هيبدأ ياخد الصوت بتاعك من هنا المايك اللي احنا زبطنا من شوية والصورة بتاعتك هياخدها ان كان انت كنت بتشرح على جهاز الكمبيوتر نفسه او ان كان حضرتك مثبت لهم صورة سابتة بيتفرجوا عليها او عملت الحركة اللي انا عملتها من شوية ان انت عملت لهم فيديو ويتفرجوا عليه اثناء البس والفيديو كده مدي احاء ان في موجات صوتية ماشية مع صوت بتاعك وبكده اكون شرحت لك ازاي تقدر تعمل محتوى صوتي بشكل احترافي على اليوتيوب اتمنى تكون استفقت من المحاضرة بتاعك النهاردة اخر حاجة عايز اقولها لك ان برنامج او بي اسا نعمل له كورس كامل على النصة باسم سكول زي ما قلتلك في بداية الفيديو وكمان عامل كورسات للتصوير والاضاءة والمونتاج وحاجات تانية كتير لو عايز تعرف اكتر عن المنصة ادخل على باسم سكول دوت كوم ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير لو بتفرج عليه على الفيسبوك لو بتفرج عليه على اليوتيوب متنساش تعمل سبسكرايب للقناة واتفعل الجرس عشان يصل لكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته